مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دار داركم لكي دوز عبر الموقع دار بويما ضيفة حلقة اليوم هي إليزابيت دامبروفسكا أوكرانية الجنسية وموقعها هنا في أرباط منذ أربع سنوات قوموا معنا دبري دين دامبروفسكا إليزابيت دبري دين أسامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا جزيلا لدواتي لأكوني ضئيفة في موقع الدار فهذا شرف عظيم بنسبة لي مرحبا بي شكرا بغنى نعرفه شكوني إليزابيت دامبروفسكا أنا صحفية والبحثة في جمع محمد حمس برباد في قلية قلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وأنا أول أوكرانية تحرجت من الجامعات المغربية باللغة الأربية وأنا أنهيت دراستي في المهات الأعلى لليلامة تسال برباد وحصلت درجة ماستر في التواصل السياسي وفي أوكرانيا أنا درست في جمعة الصحافة وحصلت شهادة باكالوريوس ومستر في علاقات أما خلال دراستي في أوكرانيا أنا أملت كسحفية وكمراسلة لوسائل الإعلام الأجنبية وأيضا حلال دراستي في أوكرانيا أملت في مجال الصحافة وأجريت أديث من المقابلات مع فنانيين والممثلين والسياسيين والنواب الآن أنا أسكن في المغرب منذ أربع سنوات مع آلتي لماذا اختارتي اللغة الأربية وما اختارتي لغة واحدة آخر؟ بدأ الحبي للغة الأربية منذ طفولتي أنا درست اللغة الأربية في المدرسة اللغات الشرقية الأولى في أوكرانيا في هذه المدرسة يدرس أطفال من الأسر ديبلوماسية والأطفال معهبون وفي هذه المدرسة ممكن أن تدرس اللغة الشرقية الواحدة على سبيل المثال أختي اختارت اللغة السنية وأما أنا فتألمت اللغة الأربية أليات أستاذ ماهر الذي لم يدرسني فقط اللغة الأربية بل الثقافة والتقاليد ولكن بعد ذلك أنا درست في الجامعة ودرست اللغة البولونية ولكن لم أمارس اللغة الأربية لمدة طويلة وبسبب هذا بدأت أنسى قوائد والمفردات ولكن أنا شأرت أنني لا أستطيع أن أعيش بدون اللغة الأربية وبدأت وكررت أن أبدأ دراسة اللغة الأربية مرة أخرى وبسبب هذا أنا قدمت على المنحة ابن بطوتا للدراسة اللغة الأربية بمدينة الربعات ما خصرتين المغرب وما خصرتين الشبالة الآخر؟ أشقت المغرب حتى قبل الوصول وأجريت أديت من المقابلات مع سفير المغرب في أوكرانيا ومع آلته وأعطوني لي كثير من المعلومات حول المغرب وأيضا هذه الأسرة قدمت لي الثقافة المغربية وأول مرة في حياتي أنا سمعت اللغة المغربية في بيتهم وأيضا مرة من مرات زوجة الصفير قالت لي أن المغرب مثل شجرة حيث جزرها إسلامي وجزاؤها أوروبي وثم أدافات سوف تحبين المغرب لأن المغرب تشبح أوكرانيا كثيرا وأنا في الحقيقة ضغشت لأن كيف يكون البلد الأوروبي يشبح بلد أفريقي ولكن من تلك اللغة ولدت في قلبي أمنية للزيارة المغرب في المستقبل القريب وبسبب هذا أنا أخترت المغرب للدراسة وش ملقتي شي صعوبات في الاندماج مع الشاب المغربي؟ اندمجت في المغرب بصورة لأن المغرب طيبون ومنفتحون ودائما مبتسمون فهذا رائع جدا ولكن التعبن في البداية كانت قصيرة من صوبات أولا بسبب اللغة المغربية في البداية أنا لا أفهم شيئا بلغة المغربية وأيضا كانت كثيرا من صوبات في الكتابة المحدرات باللغة العربية وغالبا كنت أرجو إلى البيت وأبكى كثيرا بسبب صوبات في اللغة وأتأمل مع الناس ولكن مع مرور الوقت أصبح الأمر أزهل وأزهل بالنسبة لي شنو من اللغات اللي كتشتري بيوم؟ أنا طبعا أنا من أوكرانيا وبسبب هذا أنا أتحدث باللغة الأوكرانية وأيضا في البيت أحيانا نحن نتحدث باللغة الروسية وأنا أتحدث باللغة الإنجليزية واللغة الأربية فوسخة وأخيانا أنا أفهم دارجة وليس كل اللغات وأيضا أنا أدرس في المهرب اللغة الفرنسية شنو الطبخ المغربي اللي كتصوبة في الطار بشكل أم أنا أحب طبخ مهريبي أنا أحب أكل طاجين كوسكوس باستيلة وأحب جدا خريرة لأن خريرة لأن خريرة تشبح كثيرا شربة أوكرانية التي يسمى البرش ولكن في البيت أنا أتبح طاجين بشكل جيد طاجين بربر بالخضروات واللحم لأن إندي كثيرا من أصدقائي وصديقتي هي أنا درست طريقة طابح طاجين على يدها شنو الموضوع المغربي اللي كي أجبوك؟ كما قلت في البداية الأوكرانية يشبح المهرب كثيرا على سبيل المثال طوجة الجبال والبحار والهبات كما في المغرب والمدينة يالتا تشبح كثيرا تتوان والتنجة نفس طبيعة ولكن أنا أحب جدا مدينة الماروكيش وفي السيف أعجبتني مدينة ميليليا أنا أريد أن أصافر في السيف إن شاء الله مع عائلتي مارة أخرى كلمة بالنسبة المشتبعين والقناة الضار شكرا جزيلا لدواتي في الموقع الدار وشكرا جزيلا لمطابعين والمشاهدين الكرام وأتمنى لكم التوفق والنجاح ولا تستسلموا في تحقيق أهدافكم وتبقى مرحبا بكم في أوكرانيا موسيقى 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 قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في العشين يوتيوب وبرتجوا الفيديو ديروجام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي موسيقى 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 موسيقى